بسم الله الرحمن الرحيم في سؤال جالي من المهندس اسلام خليل سؤال حلوق اوي هو ليه الانسان الغربي لما بيصحى من نومه مش بيبقى شايل الهم والعربي بيبقى شايل ماشي المهندس اسلام خليل من الناس المحترمة جدا احنا كنا بنقول لها نترجم مجلة بهم ارابي الاسباني ولسه من كون فريق كان هو اول واحد وترجم المجلة كلها قبل ما نلاقي واحد تاني فمشاء الله هم عالية جدا الواحد بيحسدوا عليها طيب نروح لسؤال هو ليه الانسان الغربي لما بيصحى من نومه مش بيبقى شايل الهم والعربي بيبقى شايل حاجات كتيرة جدا عندهم الحياة بسيطة جدا تعال نمسك مثلا موضوع بسيط ونبدأ نتكلم فيه زي موضوع الزواج تمام طيب عندنا احنا كلاقيات كتير قوي وحنة وشبكة ولازم بيقولك نشير الراجل وبعد كده تروح تكتشف ان انت مطلوب منك حاجات بمئة الف ده اقل رقم يعني مئة الف ده انا بضرب رقم قليل وتلاقي نفسك دخلت في مبلغ حاجة رهيبة جدا ما شاء الله وتلاقي نفسك دخلت في ديون ودخلت فيه وفيه وفيه عليها ما تحرفش تمام هناك الموضوع بسيط اتعرفوا ويتجوزوا خلاص الموضوع بسيط وممكن عنده شقة هي عندها شقة قوضة وصالة ومش لازم لا تكتب لي شقة ولازم ممكن عنده شقة وتقول له لا ده انا عايز حاجة ثانية ولازم تمليك ولازم تعمل بندخل نفسنا في كلاكيع رهيب قوي وحاجة اسمها النيش النيش ده اصلا من ناشين يعني كان الناس اللي هي اللي عندها قصور فبتعمل حاجة تحط فيها لناشين ده لا ده لازم تحطها وتجيب باتباق ما بيفعش تاكل بيها مقرد منظر ولو تاكل حد حط فيها اي اكل ببوز مقرد منظر تتفخر بيها فهو بشتري النيش وهي بتشتري اتباق وتدفعها مصرف كتير جدا مناش اي لازمة ليه ليه يعني كل ما تبقى الحياة بسيطة كل ما تلاقي الهم مقلت تمام وفيها حديث كتيرة نبوية بتأكد الموضوع دوت ويعني الغرب بيش اختراع ده اللي هو بعمله ده هو ده الاسلام اللي كان بيقول عليه وهو ده المسيحية بتقول عليه والادان كلها بتأكد ان انت تبقى بسيط تمام ارساله السلام من واحد عايز الجاو هات خاتم من حديد سهل الامور خاتم من حديد خلاص ما شاء الله يلا وانت حافظ كوران تب حافظها ما هوش بلوس خواس ما هوش خاتم من حديد طيب حافظها خلاص وممكن اسره اسلامية وهو يجي تجي تعيش معه في قلب القوضة وربنا يرزقهم بالحلال وربنا يبص عليهم احنا احنا اللي بنكالك على الامور بشي احنا بنشيل الحالي بنكالكها احنا اللي بنكالكها بعادات وتقاليد وويويويوي سهل الامور عيش سهل كده ولو انت لسه ما تجوزتش اخت واحدة كده تكون تسهل معك الامور وان شاء الله ايه تبقوا صعدة مع بعض انما المشكلة ان احنا بعادات وتقاليد في قرصنا لا لها اصل لامندين ولا اصل محاب خالص ولازم يعني مثلا ايه انت تطالع عمره لازم تجيب هدايا لكل الناس اللي تعرفها ولازم وانت متافر تشيل شنط مع انك انت اصلا جاي جاي من جاي مسلا من قطر ما فيش حاجة بتستنع هناك مخصوص فتاخدها معا اا لا ده انت بتشيل حاجة من الصين والموجودة في مصر يعني اللي موجود في مصر الصيني واللي موجود في قطر الصين لا اشيل تلاتة اربعة شنط وتروح هناك حنا الواسنة بتاعنا مفروض خمسة واربعين لا ده بقى تمانية واربعين ادفع فلوس الجمارك لا اشيل ليه انا انا نفس اللي ما حبها سافر هي مج بره بس اا شنطة بسيطة كده في ايديه اللي باخدها معي الطيارة فيها اللاب توب فيها كتاب بقراه فيها حاجة بسطة جدا لانك كده في مصر عند اللي حاجتي وانا عند حاجتي ااا برضو في الشغل بنقعد كل واحد مصر ان هو يزيح الجنبي عشان هو ليه ربنا يبرك لك خليك كويس مع اللي جنبك وهو كويس معاك ويعيشوا مع بعض وساعدوا بعض ويكون هدفك ان انت تبقى كويس والشركة تبقى كويسة وصحفك بقى كويس متغشوش كل الكلام اللي بقوله ده مش الغ الرآد السمار بتفرط به ده هو ده اصل الدين وده اصل الاديان بس احنا نعمل به احنا نطبقوا ونحاول نسهل ونحاول نجعيش ببساطة ونحاول ما انكالكعش الامور وما نحاولش نحن لازم نتفخر ولازم نعمل ولازم كل الحاجة بندخل في قصص وحوارات ما لا لابざellow Airq كبيرا لازم خالص ولازم اجدد السيارة كم شهر ولازم ولازم وتلاقي لا لازم نشتري بدل المعينة للحاجة الم معينة كان دكتور أحمد زويل كان راح تقريباً لستيفن جوبس واحد من أغنى ناس في العالم فزوجته قالت له تفضل تفضل طب فين ستيف جوبس قالت له بيصلح الدش فوق الإيريال تلاعي يصلحه ما ملاقبش إزاي أنا ما لازم لا ببساطة ولو شفت مثلاً مارك زوكربيرج اللي عامل فيسبوك رغم انه هو ملياردير تلاقيه لابس ترينجي مثلاً ولابس شبشي ب يعني عايش حياتك ببساطة ما تعايش بكلاجيع ما تعودش لا ده لازم حاجة معينة ولازم ستايل معين ولازم 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 سهل الأمور أي حاجة عايش فيها أي حاجة ركبها أي حاجة هتلاقي الأمور سهلة وبسيطة وبش لازم نكالك على الأمور مش لازم وحاول ما تتبعش الأخبار وحاول وبرضه ما نهملش جانب إن هناك الدولة بتسهلك الأمور يعني عاملك تأمين على كل حاجة فتلاقي أنت مستريح ما تفكرش في موضوع الأدوية عاملك المدارس في المقابل كده بتفرد عليك درايب بس في المقابل برضو الدرايب دي مش بتسرق الدرايب دي لو حصل لك أي ظرف بتلاقيهم يجو لك البيت انت بتشغل تب خد مرتب ولا حد ما تشغل وندي الكورسات ببلاش تمام بس دول بتاعتنا مش تعمل كده فخلينا إحنا الجزء بتاعنا اللي عمله اللي هو تبسيط الحياة لو أنت عندك حاجات بش محتاجها تنزل عنها وعيش بسيط يعني في حاجة اسمها مورز لس يعني آآ 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 يعني كان في غنية بتفطرني جبنة وزتون وتعشيني بطاطا وترسم لي عطائية يعني الحياة البسيطة بتاع الزمان دي ما كان فيش احسن منها اللي هي يعني تأكل اكلة بسيطة انما منعطش بقى ان نتفخر لا ده انا بروح مكدونالدز انلاقي الناس بتوعات دول اسم المطاعم انا عمر بس ما معرفش اقولها اصلا يعني ربنا يسهلين الامور الحرار ونعيش حياة بسيطة كده وربنا يكرمك واتمنى تكون عرفت ليه احنا بنشيل الهم